معلومة ولقسامة معلومة قبل ما راح له انه لا توجد عقوبات اصلا على امام عشور خالص نهائي ولا اسم امام عشور ذكر في العقوبات ما جاش اسمه خالص ولا قال له سلم ولا ما تسلمش بنهذر يعني لا انا بقول له لو قاله كده ابو بيهذر لا والله انا بكلمه جد اسم امام لم يعني ايه ما جاش ذكره ما تقلش ما ممشيش في السكة ما حدش قالك امام مدان الاسماء التي ذكرت في تقرير لجنة الانضباط هي كالتالي جزيجو ميز المدير الفني النادي الزمالك مروان حمدي مهاجم نادي بيرامدز محمد الشيبي لاعب نادي بيرامدز دول اللعيبة اللي ذكروا بالاسم المسؤولين اللي ذكروا في القرار حفظ للدكتور سعد شلبي حفظ للمهندس خالد مرتجي وعقوبة على المهندس محمد صراج ده كل ما ضاره داخل لجنة الانضباط اي حاجة هتتعامل غير كده تعرف انه تمت اضافتها فيه اوضح من كده لا ده فيش اخطر من كده انا بقول لها حضركة فيه اوضح من كده اسم امام لجلة من قريب ولا من بعيد خالص في الموضوع واقول لك كمان العقوبات التي يعني كانوا استقروا عليها انه جميز ست مباريات وانه مرون حمدي ست مباريات وانه محمد الشيبي مرون حمدي ست شروع ست مباريات ست مباريات وانه الشيبي مباراتين ودي العقوبات اللي وفقة وانه بس وانا قلتلك وتم الحفظ بالنسبة للسيد خالد مرتجي والدكتور سعد شربي وعقوبة على المهندس محمد صراج ده اللي حصل ودي قرارات اللي صدرت من لجنة العقوبات اللجنة الانضباط أنت كده كابتن فصرت ولئه الكرارات ما طلعتش بسرعة من الاتحاد المصري ملا عرفش بقى نا معها أصل متخذينها في الدرج متخذينها الوقت إيه الله أعلم هل الاتحاد كرة القدر المصري وصل بيه الحال المأسوي انه مش قادر يواجه اي نادي بواقبته وبالتالي منتظر انا ماشي بقى يا جماعة يا رايح قطر من الفضائح انا هرملكوا ايه بوم وانا ماشي هل ده ده تحاد قدم مصري كان امين على قرة القدم مصري اربع سنوات والنهار ده كام تلاتة في الشهر اه مفضل اسبوع فاضل يعني فاضل باقي اسبوع منهم جمعة وسبت اه جمعة وسبت اجازة يبقى فاضل خمستية والله انا مش بازل اه لا لا ده تايم لاين اه امت نهار ده التلات امت والله السؤال فعلا نادي عندك اربع وخميس هيبقى يوم اربع ويوم خمسة هراجب تكارل دول ايام عمل وبعدين ستة وسبع اجازة اجازة وبعدين ترجع تمانية وتسعة اه انت عندك اربع ايام فقط لاجراء اربع ايام اربع ايام والخميس بيتسلم اتحاد جديد بيتسلم له ملف زي ده عشان يشيل شيلة الاتحاد القديم طب ما انت اتحاد كده كده ماشي يا كابتن يا جماعة انت هتجننوني شيلة ايه الناس غلطت تاخد عقاب انت مش قلتك عربة غلطت يعني احنا اللي مصعبنا يا كابتن ولا الوضع هو اللي غريب لا بس احنا ملناش علاقة ونقطة كمان مهمة احنا ملناش علاقة انا بس اللي عايزة يا جماعة في ايه جماعة حضراك انا دلاتي انت عاد قدامي رح تقام اديك بالبوكس في وشك رح تقامل ايه محضر بالظبط فرحت القصة ده عقوبتها كذا اتفضل انا طلب تلاتة مليون جديد لا والله ما بهزر حيث ربنا خلاص قصة خلصانة منتهى يعني ما هي دي المشكلة كابتن ان عندنا مجد ايه الموضوع يعني بس ده مش جديد كابتن ده مش جديد مش جديد على هذا الاتحاد وعشان كده رسالة انا لا انا ما عايز اجيب الاتحاد لان الاتحاد بيروح فانا مش عايز اكون قاسي عليهم يعني وعايز يعني اقول الحقيقة ما علينا انا بس حبيت اأكد انه امام معلوش عقوبة واسمه لم يرد قريب ولا من بعيد في قرارات لجنة الانضباط وانا بقول كلاما هنا مسئول مسئول عنه بنسبة مية